قفزة نوعية جديدة لأسعار النفط سجلتها الأسواق العالمية بأكثر من ثمانين دولارا للبرميل الواحد قفزة من شأنها تقليل نسب العجز في موازنة العام المقبل وزيادة حجم الإرادات المالية وزارة النفط كشفت أهمية هذا الارتفاع الذي إذا استمر وفق ما خطط له من قبل أعضاء منظمتي أوبيك و أوبيك بلاس سيسهم بعودة الأسواق النفطية لوضعها الطبيعية بعد الذي خلفته جائحة كورونا إن ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من ثمانين دولار هو مؤشر جيد لرفض الخزينة الاتحادية بالمزيد من الإرادات المالية مما يقلل من نسبة العجز الحاصلة في هذه الموازنة لكن ذلك يتطلب استقرار أكثر لهذه الأسعار من أجل تحقيق مزيدا من الإرادات الإضافية أوبيك و أوبيك بلاس تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق النفطية العراق لعب دور مهم جدا في الاتفاق خفض الإنتاج النفطي خبراء في مجال الطاقة تحدثوا عن أسباب هذا الارتفاع والذي يعود إلى زيادة أسعار الغاز لدى بعض الدول وتقليل إنتاج النفطي والكميات المصدرة لأعضاء منظمتي أوبيك و أوبيك بلاس وما خرجت به اجتماعاتها المستمرة التي تسعى إلى ضبط إقاع الأسعار بما يحقق مصلحة الجميع تقليل حجم التصدير أو الإنتاج من دول أوبيك بلاس هو اللي يخلى الأسعار ترتفع ارتفاع بأسعار الغاز كبيرة جدا الارتفاع هذا أيضا بحد ذاته كان عامل كبير برفع أسعار النفط كل دولار ارتفاع بالسعر يعني يجينا مليار دولار أكثر سنويا يعني فهذا مبلغ كبير يعني حقيقة ارتفاع إذا كان يروح إلى صناديق تنموية وزارة النفطي كشفت عن الإحصائيات الأولية لشهر أيلول الماضي والبالغة قرابة سبعة مليارات دولار بمعدل تصدير يبلغ ثلاثة ملايين وواحدا وثمانين ألف برمين في اليوم الواحد مع إمكانية ارتفاع هذه الإيرادات بشكل كبير في الأشهر المقبلة في حال استمرار سعر البرميل على أكثر من ثمانين دولارا من بغداد حسن الفواز العراقي الإخبارية